وإلى الاقتصاد حيث أعلنت إسرائيل وكوريا الجنوبية عن الانتهاء من المفاوضات التي استمرت طويلا بينهما وإبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين ومن المتوقع أن توفر الاتفاقية ميزة تنافسية وتسهل نشاط المصدرين الإسرائيليين أو المصدرين الإسرائيليين إلى السوق الكورية وبالتالي تعزيز الصادرات الإسرائيلية وزيادة النمو الاقتصادي يشار إلى أن المفاوضات بين البلدين حول التجارة الحرة بينهما كانت متعثرة لمدة طويلة بسبب المنتوجات الصناعية الإسرائيلية القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إذ أصلرت كوريا الجنوبية منذ البداية على عدم إدراج هذه المنتجات ضمن الاتفاق نظرا لالتزام كوريا الجنوبية بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بهذا الوضع